في خطوة للنهوض بالواقع الزراعي مشاريع تطلقها وزارة الزراعة في بادية النجف بتحويل الصحاري إلى مناطق خضراء عن طريق تقنيات حديثة في إرواء الأراضي إلا أنها بحاجة لمزيد من الدعم لغرض الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل بادية النجف الصحراء التي تحتوي على أكبر مخزون للمياه الجوفية في العراق تم فيها تدشين إحدى المشاريع الزراعية الرائدة لتحويل مساحات كبيرة إلى أراضي تزرع فيها محاصيل استراتيجية نحن الآن في أحد المواقع في المناطق الصحراوية التي تم تحويلها إلى مساحات مزروعة باستخدام تقنات الري والمكننة الحديثة وتم تحويل مساحات في المناطق الصحراوية إلى حوالي سبعة آلاف دونم وتمتاز المرشات المحورية بتقليل الأيدي العاملة وزراعة أكبر مساحات ممكنة وزارة الزراعة ادخلت كثير من التقنيات وعمليات الحديثة لأجل توسيع هذه المنطقة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي استتحاجة السوق المحلي سواء على مستوى المحاصيل محصول الحنطة، محصول الذرة، محصول الروز، الذرة والشعير وغيرها من المحاصيل الأخرى وإضافة إلى ذلك محاصيل الخضروات التي تحتوي على محصول الاستراتيجي الأول في المحافظة إضافة إلى محصول الخيار والفلفل والبعدنجان والبصل 108 مرشات محورية نصبت على مساحة 7000 دونم لغرض الري تم زراعتها بمحاصيل الحبوب ولأول مرة استخدمت فيها بذور غير محلية استوردت من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية الآن قدرنا نوصل إلى هذه الموحلة بحيث أن هذه المنطقة الصحباوية أصبحت واحة خضاء تزعب المحاصيل استراتيجية بمحصول الحنطة وقدرنا بالسنوات الماضية أن نسوق إلى شركات إنتاج البذور وكان إنتاجنا عادل تقيبا ضعفي إنتاج مجموع منتجي المحافظة شماليا نجف على بعد 50 كم عن مركز المحافظة في هذا المكان تنتشر مزارع الصحراء لزراعة محاصيل رئيسية في جهد آخر من الجهات المعنية لإضافة التقنيات العلمية للزراعة والوصول إلى التنوع الزراعي وإدخال المنتج الوطني للأسواق المحلية بدلا عن المستورد تحويل الصحراء إلى مناطق خضراء إحدى الخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة وعلى الرغم من وصولها إلى مراحل الإنتاج إلا أنها تحتاج المزيد من الدعم للوصول إلى الاكتفاء ذاتي من بادية النجف أحمد الحسيني قناة الرشيد